السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصف الرابع الابتدائي اخباركم ايه عاملين ايه كتاكيد النهاردة باذن الله هنكمل مع بعض كده باقي دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنهاردة معدنا مع الدرس التامن والدرس التامن ده هيكون اخر درس من دروس المحور الاول وهيكون برضو اخر درس من دروس منهج شهر اكتوبر اللي حضراتكم ان شاء الله هتمتحنوا عليه تمام جميل جدا غالبا الدرس التامن دوت هيكون درس اطلاع او درس درس من دروس الاسرائية من الدروس الاسرائية اللي هي مفترض مش بييجي عليها في اسئلة في الامتحان ولكن انت بتقراها وبتعرفها بس احنا تحسبا لاي غلطة من اي موجه ان نحط لك اسؤال في الامتحان من الدرس دوت فاحنا بنشرح كل الدروس مش بنسيب ولا درس ولكن برضو للامانة لازم تبقى عارف ان الدرس التامن ده درس اطلاع جميل تعالى ندخل كده على طول في الدرس التامن اللي بيقول لي اعداد التقارير لنتائج الابحاث اعداد التقارير لنتائج الابحاث طيب حلوة اوي المدونات الرقمية والمقالات الرقمية المنشورة مواقع التواصل الاجتماعي المقابلات برامج التلفزيون محادثات الفيديو الرسائل النصية البريد الالكتروني كل دي حاجات بنسميها طرق التواصل اللي بيستخدمها العلماء لما يجوا يعملوا مقشير او مشاركة للمعلومات واعداد التقارير يعني النهاية بتاعت شكل المعلومات بتاعتهم عشان يبعتوها لحد او يعملوا لها مشاركة مع اصدقائهم او مع طلابهم بتبقى في شكل من الاشكال اللي موجودة قدامنا دي اول حاجة نتكلم عنها هي المدونات الرقمية ودي بتبقى عبارة عن موقع الكتروني صغير كده في مجموعة من المعلومات او البيانات دي بس بتكون ايه بيكون رقي شخصي يعني انا كده مستر ابراهيم رحت عملت موقع صغير بقيت بنزل عليه مقالات رأي شخصي حاجة شخصية معلومات شخصية من عندي انا معنى كده ان ما ينفعش مستنطلمة ده رأي شخصي المدونات دي بيبقى فيها رأي شخصية ما ينفعش نعتمد عليها وتبقى مواقع موصوقة او مصادر موصوقة لا ما ينفعش تبقى مصدر موصوق لان بيكون المسؤول عنها شخص واحد والكلام اللي مكتوب فيها بيبقى تعبير عن رأيه هو الشخصي فقط يعني المعلومات اللي فيها بتبقى غير رسمية وهما هنا العلماء كانوا بيستخدموا المدونات الرقمية عشان يعملوا مشاركة او عرض للمعلومات بتاعتهم او نتائج الابحاث بتاعتهم بطريقة غير رسمية غير رسمية يعني احنا ما نقدرش نعتمد عليها كمصدر رسمي موصوق طيب دي المدونات الرقمية اللي بتسميها مدونات رقمية او بلوج او بلوج اللي هي البلوج بعد كده عندي المقالات المقالات الرقمية المنشورة المقالات الرقمية المنشورة تسمح عن المقال المنشور في الجرايد بس دلوقتي بقى مقال رقمي يعني منشورة على موقع على الانترنت اهو بيقول هي نصوص منشورة الكترونيا 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 يعني على احد المواقع تسمح لفرض او مجموعة بالتعبير عن رأيهم واخبالك برضو تعبير عن رأيهم يعني اراء شخصية برضو سواء كان لفرض او لمجموعة صح ففي الاخر برضو ده رأي شخصي. قد تحتوي على نصوص وصور ورسوم بيانية. بيبقى بقى فيها حاجات كتير نصوص صور رسوم بيانية عادي. يمكن ان تستخدم لمشاركة النتائج في مجلة او صحيفة رقمية مطبوعة. برضو المقالات الرقمية المنشورة ما ينفعش نعتمد عليها كمصدر موصوق. ولكن هي طريقة من طرق ايه? التواصل اللي بيستخدمها العلماء في مشاركة المعلومات ونتائج التقارير بتاعتهم. طيب رقم تلاتة اللي مواقع التواصل الاجتماعي. اللي هو الفيسبوك تويتر او اكس دلوقتي طبعا انستجرام الحاجات دي. دي مواقع او تطبيقات تسمح للاشخاص بالتواصل. طبعا كلنا عارفين الفيسبوك وكلنا بنتواصل عليه ونبعث لبعض ونكلم بعض وهيصا. تسمح للاشخاص بالتواصل ومشاركة المعلومات والافكار الكترونية بس برضو بطريقة ايه? غير رسمية. كلها قراءة شخصية الفيسبوك. او هتعتمد على الفيسبوك في انك تجيب معلومة من عليه. او تعمل بحث وتجيب بيانات من على الفيسبوك. طبعا عمرك ما هتعمل كده. لان ده موقع غير موصوق مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع غير موصوقة. غير رسمية. طيب رقم اربعة. المقابلات. المقابلات اللي هي محادثة بتتم بين شخصين او اكتر على معلومة معينة. قاعدين انا وانت على ترابيزة واحدة بنتكلم وبنتناقش في موضوع دي اسمها مقابلة. صح? دي اسمها مقابلة بين شخصين. احد قاعد تاني معنا تلاتة اربعة خمسة عشر بنا قدمين بيقاعدين بيتكلموا. عشان تطلع في الاخر بنتايج لمعلومة او بتعرض معلومة معينة او بتشارك معلومة معينة مع الناس اللي قاعدة معاك. دي كده المقابلة بسيطة جدا. برامج التلفزيون بقى. برامج الحكاية. بنوع الناس مع منه الاخبار. ده لقاء بيعرض على شاشة التلفزيون. ممكن يكون لقاء متسجل وقديم وتعرض النهاردة. وممكن يكون لقاء مباشر دلوقتي معروض قدامنا صح? على شاشة التلفزيون. يمكن ان تستخدم مشاركة للجمهور النتائج والمعلومات. يعني ممكن يطلع احد العلماء في برنامج معين يعرض علينا نتائج الابحاث بتاعته وهو وصل لايه? ويشارك المعلومات مع الجمهور ومع الناس اللي بتتفرج على البرنامج ده. جميل. عندنا بعد كده محادسات الفيديو. محادسات الفيديو دي وسيلة بيتم التواصل بيها عن طريق احد التطبيقات الالكترونية زي تيمز او زوم مسلا. اه اللي هي محادسة فيديو. ان انا اتصل بك محادسة فيديو. ابعت لك او انا بكلمك فيديو اعرض عليك موضوع معين او اشارك معاك معلومات معينة. بس الكلام ده هيبقى بالصوت والصورة انت شايفني وانا شايفك وسمعين بعض وبنتكلم مع بعض محادسة الفيديو اللي كلنا عارفينها. الرسالة النصية اللي هي الاس ام اس اللي الرسالة بتجي لك على التليفون بتاعك كده ويقولك تشحن رصيد فيقولك تم شحن رصيدك. دي بنسميها رسالة اس ام اس. بتبقى ممكن بقى ايه? تبقى الرسالة دي جاي لك على الواتساب مسلا. جاي لك على المسينجر مسلا. فهنا بتبقى وسائل التواصل الالكترونية زي المسينجر زي الواتساب زي الاس ام اس العادية كل حاجة دي. بنستخدمها برضو عشان نبعت معلومة معينة للشخص محدد بطريقة غير رسمية زي ان انا عندي مجموعة معلومات عايز ابعتها للطلبة بتوعي فانا عمل لهم جروب على الواتساب فهبعت لهم الايه المعلومات دي عليه. طيب اخر حاجة عندي البريد الالكتروني البريد الالكتروني والطريقة الاكسر شيوعا منتشرة جدا ورسمية جدا يعني البريد الالكتروني طريق التواصل رسمي اه دي طريقة رسمية واكسر شيوعا بيتم فيها التواصل وتبادل المعلومات والمحتوى بين افراد العمل بين الاصدقاء بين الزملاء ايا كان. تستخدم ممكن تستخدمه عشان تبعد تقارير قصيرة او ممكن مع الرسالة النصية اللي انت كاتبها على رسالة البريد الالكتروني ديت تعمل ارفاق ملف صورة بقى بدي اف وورد ايا كان عايز ترفق ملف من انهي نوع. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا في الحاجات دي طرق التواصل التي يمكن استخدامها لمشاركة المعلومات ونتائج التقارير للعلماء. تكلمنا عن المدونات الرقمية. تكلمنا عن رقم اتنين المقالات الرقمية المنشورة. تلاتة مواقع التواصل الاجتماعي. اربعة المؤابلات. خمسة برامج تلفزيون. ستة محادثات الفيديو. الرسائل النصية. البريد الالكتروني. يعني تمن حاجات بنستخدم بنسميهم طرق التواصل التي يستخدمها العلماء في مشاركة المعلومات. الدرس بسيط جدا وسهل جدا. وهما اصلا كده كده درس الطلوع زي ما احنا قلنا. طيب اختر اجابة صحيحة. يستطيع الاصدقاء استخدام نقطة كطريقة للتواصل بينهم. بيستخدموا البريد الالكتروني ولا الرسام ولا انظمة التشغيل ولا برنامج العروض التقديمية. طبعا بيستخدموا البريد الالكتروني. وسيلة تستخدم للتواصل بالصوت والصورة هي. محادثات الفيديو? طبعا محادثات الفيديو. محادثات بين شخصين او اكتر للحصول على المعلومات بشكل مباشر. هي. البريد الالكتروني رسالة النصية المدونات الرقمية المقابلة. طبعا المقابلات. يكون المسؤول عن المدونات شخص واحد لا احد شخصين مجموعة من الاشخاص. طبعا المدونات بيكون مسؤول عليها. نصوص منشورة تسمح او نصوص منشورة الترونية تسمح لفرض او مجموعة افراد بالتعبير عن اراءهم. المواقع التواصل رسائل نصية محادثات الفيديو المقابلات المنشورة طبعا مواقع التواصل السؤال الثاني دوت طبعا اعمل سكرين شوت دلوقتي بي وحل الاسئلة ديت عشان تتأكد من فهمك للدرس اتمنى لكم التوفيق واستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام